بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وسلم عليكم جميعا جمهور نادي زمالك النادي الاكثر تتويجا بالبطولات الافريقية في القرن العشرين. حلقة جديدة مهمة جدا جدا هنكشف فيها عن اصرار مدوية فيما يحدث الان داخل نادي الزمالك من صفقات وحكايات وروايات وتجديد او تغيير كل خمس ثواني في الزمالك بيحصل حاجة جديدة. عاوز اقولك ان جمز مصمم في مركز الباك الشمال على لعيب مصمم عليه. هتقولي بالعافية. بالعافية اه. جمز مصمم على جونسان الباك الشمال بتاع اه مودرن جونسان عاجب جمز جدا واتفرج عليه اكتر من مرة واتفرج عليه على الطبيعة لما اللعيب كان بيلعب مع الزمالك ومعجب به جدا جدا. جمز ليه معجب بجونسان? عشان اكتر من سبب طبعا لعيب ومش عارفوا الكلام ده كله. ولكن في حاجة فنية بقى المدرب بص عليها ولغة الارقام لا تجذب. جونسان مسجل مع سبع اهداف. ده رقم واحد. رقم اتنين. عامل تمانية وعشرين محاولة على المرمى. ده باك شمال. حاجة كده زي علي معلول. شفت علي معلول بيدخل التمنتاشر كل خمس دقايق. تلاقي علي معلول بيعمل هجم خطرة وبيعمل بيصنع فرص وبيهدف كمان. ده علي معلول التاني. خليفة علي معلول. بيدخل منطقة الجزاء كتيرة. بقول لك جايب سبع تجوان. ده باك شمال. مش لعيب وسط ولا مهاجم ولا جايب سبع تجوان. يعني احمد ياسر ريان بجلالة قدره جايب تمن تجوان. مهاجم. ده بقى مدافع شمال باك شمال. ويعتبر خليفة علي معلول جايب سبع اهداف بيدخل التمنتاشر كتير جدا 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 جدا. وبيرتد سريعا. هو طبعا عيبه الوحيد. اعتقد عنده تلاتين سنة حاجة زي كده. هو لكن ممكن ازا مالك يستفيد به طب علي معلول هو بسم الله ما شاء الله يعني اربعة وتلاتين سنة. عمر جابر برضو معدل تلاتين وبسم الله ما شاء الله كوي. فانت ممكن تجيبه كحل مؤقت تقدر بقى توظف فتوح في نص الملعب في القلب في الديفندر رقم تمانية تلعب فتوح قدام وتلعب وراء تلعب جونسان هو. ولكن هو لاعب مهم جدا وجمز مصمم عليه. والناس في نات الزمالك شايفينه خليفة علي معلول. ده بالنسبة لي جونسان. بالمناسبة فيه اتنين مهاجمين معروضين على الزمالك. ما حدش تكلم عنهم كتير. فادي فريد مهاجم سموحة. هما انا ما اتفرجش على ما اتشاط سموحة. ولكن هما بيقولوا لعيب كويس. فادي فريد لعيب كويس. واللعيب التاني اللي معروض على الزمالك من احد الوكلاء هو مهاجم سراميكا. ولكن انا لا احبز فكرة التعاقد مع جون ابوكا. جون ابوكا كان قبل ما يروح ليبيا لما كان مع سيراميكا وكان الكلام داير مع الزمالك اوكي. ولكن هو الان مستوى مش افضل حاجة. وجون ابوكا كمان بيوجيد اللعبة في المساحات. نادي الزمالك والاهلي الفرق اللي بيلعبوها ما بيكونش في مساحات. بيبقوا على طول ضغطين والفرق اللي قدامهم بتلعب زون ديفينتز. فمش هيتقلق ابوكا نادي الزمالك. عاوز حاجة كده زي وسام بو علي. البروفايل بتاع وسام بو علي. عاوز حاجة زي فيستو مايلي. نادي الزمالك عاوز حاجة كده. اتمنى اني نادي الزمالك يقدر انه يخلص اه مهاجم اجنبي بشكل كويس جدا جدا. فجون ابوكا وفادي فاريد وممدوح بتاع الحدود. دول واحمد ياسر ريان معروضين على الزمالك. جمز. وانا ملا احبز الكلام ده خالص. جمز شايف ان رقم واحد احمد ياسر ريان. ورقم اتنين هو اه اللي هو المهاجم بتاع فيوتشر احمد اه احمد ايه? مهاجم فيوتشر يا جماعة يعني افكروني اسمه ايه? هفتكر لكم اسمه دلوقتي مهاجم فيوتشر. اه هو عاوز اللي دول. جمز عاوز اللي اتنين دول. ومصمم عليهم وبيقول لك هما دول اللي انا آآ عاوزهم الفترة الانتقالات القادمة. هو عاوزهم وعاوز اللي اتنين لعيبة آآ دول. هنشوف جمز اتمنى انك يعني تجيب لعيبة كويسة عام جمز وسيبك من قناعتك سيبك من احمد ياسر ريان اه اسم محمد عاطف مهاجم من فيوتشر. هو حاطت رقم واحد احمد ياسر ريان رقم اتنين احمد عاطف. ولكن الوقت العرضين زي ما بقول لكم ابوكا وفادي فريد. وطبعا آآ ممضوح بتاع الحدود اللي طبعا طلعه قاله المشرف عام على الكورة طلع قال مش للبيع ولو متين مليون جنيه ولكن لو النادي والمسئولين الكبار في النادي عاوزين يبيعوه هيبيعوه. ده بالنسبة لي قناعات جمز وكلام من هزا القبيل. طيب في العيب. يعتبر هو مش يعتبر هو قريدي معروض على الزمالك. والزمالك يتكلم مع وكيلي. وعاجب جمز جدا. واللعيب ده هو بيلعب في الشمال مكان اشرف بن شرقي. وزي ما قلنا على جونسان ان هو خليفة علي معلول فنقدر نقول لك ان هذا اللاعب هو خليفة اشرف بن شرقي. ليه بقى? بيلعب في مكان اشرف بن شرقي. هداف بيدخل التمنتاشر كتير جدا لعيب من افضل اللعيبة اللي انت ممكن تشوفهم بيحملوا لواء المكان بتاع اشرف بن شرقي. من هو هذا اللاعب? اتكلمنا عليه قبل كده. نضم قبل كده منتخب نيجيريا اكتر من مرة. وهو صديق اجولة. لاعب سيراميكا كليوباترا. ليه المسؤولين في الزمالك ميلين شوية لفكرة التعاقد مع صديق اجولة? الاكتر من سبب. فيه اسباب فنية? تعالوا نتكلم فيها. السبب الفني الاولين ان صديق اجولة وينج شمال هداف بيدخل التمنتاشر كتير جدا 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 نفس فكرة اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي. بيدخل التمنتاشر كتير جدا. وبيسجل. وشويت. لعب تلاتين لقاء مع سيراميكا كليوباترا. سجل عشر اهداف. ومساهمة بسبع اهداف. يعني ساهم بسبعتاشر هدف ما بين تسجيل ومساهمة. في الواحد لواحد خطير. صديق اجولة. بيسدد كويس برجله اليمين وبرجله الشمال. فهو لعب شبه متكامل. صديق اجولة. وعاجب جمس بالمناسبة وعاجب الناس في نات زمالك. بس ايه بقى اللي بخلي ادارة الزمالك مرتحاله شوية? غير الفنيات. اولا ادارة الزمالك تقول لك ايه? ما انا هدور على لعيب اجنبي? ما هو دا اجنبي? دا رقم واحد. طب هجيب لعيب. زي ما بيقولك بطيخة. يتطلع حمرة. يتطلع قرعة. هجيب لعيب لسه هيتعود بقى الدور المصري ويتكيف عالدور المصري. انا عاوس حد يدور ويطلع بالعربية. عاوس حد بيسوق. فهو ما شايفين في نات زمالك? ان سديك قولة قريدي انت تفرجت عليه? وقريدي قدامك وقريدي هو مضمون. متربي على ايدك زي ما بنقول. عكس ما تجيب لعيب مش مضمون. ينجح يفشل معك. فده الاتجاه في نات زمالك. اعتقد ان الزمالك والوكيل ماشيين كويس مع اللعيب. واللعيب عاوز يجي الزمالك. بالمناسبة كان فيها مهمات من الاهل واللعيب رفض. رفضا قاطعا. اللعيب رفض. ليه? لان هو عارف ان هو مش يلعب في الاهل. لان الاهل مليان جناحات. حد سواله حارة جيش شحاته وطاهر وريدا سليم وبرسيتا وكهرابة ومش فاكر مين تاني كتير. فهو عاوز يجي الزمالك يلعب. عشان هو من وقت للتاني بيتعمل له استدعاء من منتخب نيجيري. فصديق قجولة الزمالك يقول لك لعيب متجرب. متجرب وخليفة ليه اشرف بن شارع. ندخل على المدافعين اقرب مدافع في الدور المصري من الزمالك هو احمد رمضان بكهن. اقرب مدافع للزمالك. واقرب يعني طبعا بيكهن بيلعب باك يمين ومساك. الزمالك عاوز حاجة بروحين كده. وجمس برضو عاوزه. فبكهن قريب من الزمالك. برضو هما اكتر من لعب طبعا في سراميكا انا مش عاوز غير اتنين. صديق قجولة وبكهن. يا ريت الزمالك بدل ما يدفع فلوس كتيرة في لعيب واحد برا. لا يدفع نفس الفلوس دي ويجيب بكهن ويصديك اجولة من طبعا. من سراميكا. برضو الحاجة التانية عشان نخلص كل الكلام على صفاقات نادي الزمالك. برامدز دخل في عبدالرحمن مجدي. اللي نادي الزمالك قريدي دخل فيه. وتكلمنا في لايف الاخير اني الاهلي دخل في عمر الساعي. اللي الزمالك دخل فيه. برامدز بيدخل في عبدالرحمن مجدي رغبة اللعيب. والنادي هما اللي هيحسموا نادي الاسماعيلي هما اللي هيحسموا موضوع عبدالرحمن مجدي. ولكن الزمالك عشان يدخل في فلوس قصاد الاهل خسران الزمالك مش هيقدر يدخل في فلوس مع الاهل اللعيب المغربي بقى الصفقة المغربية الجديدة اللي محدش تكلم عليها خالص واحنا برضو بنتكلم عليها عشان خاطر هذا اللاعب تم عرضه على كولر وقالك انا ما عنديش مكان ليه واللعيب مش رفض الانتقال الاهلي هو فرصته في الزمالك افضل فعشان كده بنتكلم كل اللعيب اللي انا بكلمك عليهم دول مفيش تواصل مع الاهلي ولا الاهلي عاوزه محصل كلام وهمهمات وهذا اللاعب تحديدا رفض برضو مش رفض ولكن فرصته في اللاعب في الزمالك افضل فعشان كده اللعيب في الاهلي هو مش يلاقي نفسه وهو عاوز يلعب باستمرار وهو امين زحزوح امين زحزوح من هو امين زحزوح امين زحزوح هو لاعب طلائع اه لاعب يا سوري لاعب الجيش الملكي مش طلائع الجيش لاعب الجيش الملكي متقلق من هدفين الدور المغربي بص بقى عامل ايه بص ارقامه جايب اتناشر هدف وعمل صناعة عشر اهداف هو في صناعة الاهداف حاجة كده حزم امام كبير بيصنع اهداف يعني ده لو فيه مهاجم كويس يكسر الدنيا بيلعب رقم عشر وساعات بيلعب تمانية بيلعب حلو او بيلعب لعب وسط زي ما بقول لكم بيلعب تمانية او عشرة وساعات بيلعب ناحية اليمين ناحية زيزو يعني ممكن توديه مين وزيزو شمال انت كده مش عاوز حاجة ويا سلام لو جبت صديق اجولة شكرا القيمة السوقية بتاعته في ارتفاع مستمر الناس اللي سابع اللعيب كنت السوقية عمالها بتاعها ده دليل ان اللعيب مستوي بيعلى زي ما قلت لكم بيلعب تمانية او عشرة متميز جدا في قلب الملعب تحس مايستر في قلب الملعب يتحكم يقدر عنده قدرة على التحكم في رتم المباراة بشكل غير طبيعي هداف وبيعرف يسجل برجله الاتنين اليمين والشمال فمن اهم اللعيبة اللي في الدور المغربي امين زحزوح برضو امين معروض على ناد الزمالك وبرضو هقول لك هو اللاعب باصص ايضا لريضا سليم اللي راح الاهلي برقم عالي وما بلعبش دلوقتي والقيمة السوقية بتاعت رضا سليم بالمناسبة نزلت كتير فاللعيب شايف رضا سليم وشايف اشرب بن شابي يقول لك هنا ولا هنا فعشان كده اللعيب هو حابب ناد الزمالك او حابب ياخد التجربة في ناد الزمالك عشان يقدر يلعب ويقدر يواصل التقلق والكلام من هذا القبيل فالتوح بدأ اتعافى وهيكون موجود فيه مباراة بروكس احتمال كبير فالتوح يكون موجود يوم الخميس القادم فيه مباراة بروكس فيه دور الاتنين وثلاثين فيه كأس مصر نيمار عنده عرض اعارة من احد الاندية السعودية الدرجة التانية احتمال ناد الزمالك يفكر فيه اعارة نيمار ممكن اعارة بنية الشرة ولكن انا افضل اعارة فقط برضو خلونا مع صفقات ناد الزمالك جوميز اتكلمنا انه هو عاوز حارس مرمى لو مش هتجدد العواد مش هتجدد العواد هتلي حارس مرمى جديد ومسؤولين ناد الزمالك عرضوا على عواد تمانية مليون جنيه نص اللي بيعمل هو كان بياخد ستاشر عرضوا عليه تمانية وفقتي يا عام عواد اهلا وسلم ما وفقتش باي باي هنشوف حارس مرمى جديد فناد الزمالك بيتعامل في ملف عواد ببراجماتية يعني ايه ببراجماتية يعني بمصلحتي انا مش ادفع الخمستاشر والعشرين والتلاتين عشان اقدر التزم معاك بالعقود الجديدة انما هدي ده تمنتاشر وده ستاشر وده لأ راتب عواد ده اتنين لعيبة الزمالك عرض على اوباما تمانية مليون وعرض على عواد تمانية مليون وصبحي بياخد سبع مليون دول التلات لعيبة الاخارة اللي الزمالك بيتكلم في التجديد معاه عشان كده ماشى محمود علاء ستاشر مليون ناصر منسي كذلك مصطفى شالب برضو رقم مكبير فممكن لما عقده يجي ينتهي اناد الزمالك يعمل معاك كده هتبقى ممكن تكون جبت صديق اجولة وممكن تكون جبت اكتر من صفكو في المركز ده تقدر تتكلم مع مصطفى شالبي ستاشر مليون دول مفيش هننزل ناد الزمالك بيعمل حاجة كويسة ان العقود ما بتزيدش ده بتقن عواد ستاشر تمانية اوباما ستاشر تمانية كده فدي حاجة كويسة في ناد الزمالك فجومز قال لهم مش هتجددوا العواد هتقولي حارس مرمى هتجددوا العواد خلاص انا مش عاوز حد هيبقى صبحي وعواد هكمل بيهم ونشوف حارس مرمى صغير سواء بقى محمود الشناوي او لعيب اسمه عمر اعتقد عبدالعزيز دول يكونوا موجودين كحراس صغيرين موجودين في آآ نادي الزمالك برضو حاجة اخيرة في الصفقات عاوز اكلمك عليها وهي اني الزمالك بيعمل حاجة مش كويسة. واتمنى ما تتمش. طبعا الزمالك بيتكلم في جونسان قصة حلوة والقصة جميلة والقصة زال فلو. ولكن جونسان مشكلته انه بياخد ستمائة الف دولار مع فيوتر. فهيجي الزمالك لو مش هزود عليك هياخد نفس الرقم. بس زمالك مشكلته في جونسان في الفلوس. زمالك بقى بيفكر فيه. زمالك بيفكر في حاجة اتمنى ما تتمش. ودي صفقة كارثية بالنسبالي. كلنا انتقدنا الطريقة بتاعة صفقة زياد كمال. اللي انت جايب لايبقي عارب تلاتين مليون جنيه سنتين ونص. جايبه في يناير هيلعب معاك لنهاية الموسم ده ولسه كمان سنتين جايين. وبعد كده لو عاوز تشتريه برغبة مش بنية الشرق. لازم ترجع لتالي اشتريه من الاول وجديد. فطبعا كلنا تضد صفقة زياد كمال. ازا مالك عاوز محمد حمدي لعيب باك الشمال. وباك الشمال بتاع المنتخب الاوليمبي. استاذ اي من الشريع اللي هنجيله دلوقتي في كلام مهم جدا جدا. اشترط ان محمد حمدي هسيبه لك بنفس الطريقة بتاع زياد كمال. ولكن مش سنتينه نص ثلاث سنين من اول الموسم اللي جاي. اللعيب مرحب عاوز الزمالك. وايمن الشريع ما عندوش مشكلة انه يسيب اللعيب بالطريقة دي. نادي الزمالك بدأ انه يدرس الموضوع ده. لا هقول لك وافق ولا هقول لك رفض. بدأ يدرس الموضوع ده. انا استأذن ان المسؤولين في النادي الزمالك. الموضوع مش محتاج دراسة. النوع ده من الصفقات بيكون بيكبل النادي. اللعيب تلات سنين هتاخده برضو عرب تلاتين مليون. عرب بس مش نايت شيرا. زي زياد كمال. لا طبعا. فانا حاسس ان فيه اتجاه للموافق على الموضوع ده. اتمنى بلاش محمد حمدي بنفس طريقة. انا ما بقولش بلاش محمد حمدي. بلاش محمد حمدي بنفس طريقة زياد كمال. بلاش. اتمنى بلاش يا جماعة. كفاية زياد كمال. يا اما بقى بلاش محمد حمدي منه اصلا. جونسان حاجة بيعور. جونسان لعيب كبير. وبيدخل زي ما بقول لكم التمنتاشر وبيعمل وبيسوي. لما محمد حمدي مش هيجي يعني يجيب لي الديب من ديله. لا انا لانا عندي انا عندي يلعب باي حد في الشمال ولا اعمل الشغل ده. انا قاسف يعني. طيب عاوز اقول لكم اني في تفكير عند تورك الشيخ ان هو يعمل السوبر الافر اوروبي. اللي يكسب من الزمالك والاهلي. واللي يكسب من ريال مدريد واتلانطا في السوبر الاوروبي. اللي يكسب من هنا. هيلاعب اللي يكسب من هنا على حاجة اسمها الافر اوروبي. هيكون الفائز. هياخد ستة مليون دولار. هو لسه الراجل بيفكر ولسه بيتكلم مع الاتحاد الدولي الفيفا. وكمان هقول لك سير. هو مستني الاهلي يكسب. الزمالك لو كسب. نعم الاهلي لو كسب. هو انت عارف ما عايز يصالح جمهور الاهلي. وطبعا بيحاول جاهدا انه صالح كابت الخطيب. ولكن الكابتل ان الخطيب رافض صلحه حتى الان. ورافض ان هو يصالحه لغاية دلوقتي يعني. ده بالنسبة للسوبر الافر الاوروبي في حالة لو الاهلي يكسب بس. انما الزمالك هو مش يعمل الكلام ده ولا هيفيد نادي الزمالك. لان هو راجل اهلاوي يعني غير محايد بالمرة يعني. ودي حاجة حلوة انك تكون غير محايد. تحب فريقك بس. ماشي تمام حقك باشا. حقك باشا. طيب. شوف ربنا سبحانه وتعالى. محمد شريف اللي تخطط تلاتين عام. مجرد بس كلام اللي طلع كلام عليه الزمالك وانت قريب من الزمالك او الزمالك هيدخل مفاوضات معاك او الحكاية او الرواية. محمد شريف فريق الخليج السعودي سافر وهو مسافرش معاهم المعسكر بتاعه. فمعسكر اوروبي بيسأل وكيله ليه محمد شريف مسافرش مع البعثة بتاعت الخليج السعودي يعني ده كلهم سافر. رد الوكيل قالك بسبب التأشيرة اتأخرت. واللاعب بيتبقى في عقده موسم والموسم التاني باتفاق اللاعب مع النادي. ولا يوجد عروض له حتى الان. والله انا حاسس ان محمد شريف اصلي مش معقولة نادي الخليج السعودي صدفة يخلص كل التأشيرات. بتاعت الفرقة بتاعته. معادة تأشيرة محمد شريف يعني. صح ولا يعني صدفة اه? مش معنى تأشيرة محمد شريف? اعتقد ان القدر بينتقم من محمد شريف. لان كان هو اللي المفروض يسعى انه يجي الزمالي. عشان خلاص هو انطفى. انطفى خلاص. فشوف ربنا. شفت القدر بينتقم للزمالك ازاي? محمد شريف النادي بتاعه. يسافر اوروبا. والمعسكر الخارجي وما يخدوش معاه. ده بالسلامة الموسم الجاي. بالسلامة الموسم الجاي. روح بقى ادور لك على اي حتى لعب فيها. شفت ربنا سبحانه وتعالى. حاجة يعني اه طيب. تعالى ندخل على موضوع تاني. وسامة فصل هقولك كارسة من الكوارس اللي كان بتحصل قبل كده. وبعدين نخش على رمضان صبحي. وبعدين نخش على ايه? على اخر موضوع. اهم موضوع عندي في الحلقة النهاردة. نبدأ الاول بأسامة فصل. أسامة فصل المجلس السابق طلعوا اعارة للبنك الاهلي اعتقد كانت في صفقة ناصر منسي. الصفقة بتاعة ناصر منسي اللي ربنا لايرجع يعني. هل تعلم يا صديقي ان المجلس السابق. اعارة. اسامة فصل اللي كان فضله سنتين في عقده. اعاره مش عارف موسم او موسمين. بدون ما يعمله تمديد للعقد بتاعه. يعني حتى هيتم اعارتك سنة مدت سنة تاني اصاده او سنتين. عشان تبقى بتاعي لما تخلص الاعارة. لا المجلس السابق ما عملش كده. المجلس السابق اعاره موسم او اتنين مش متذكر. وما مدتش عقده. فاللعيب اللعيب في بداية الموسم كان فضله ست شهور. وعقده ينتهي. ويوقع في ريه. طبعا الكابتن حسين لبيب لا ان هو واللعيب طبعا مش راضي يمدي للزمالك. لانه هيبقى احتياطي. اجي زيري وناصر مانسيوم وسامسون. ففاللعيب قالك اخليني في البنك الاهلي بالعب اساسي. عشان كمان المنتخب الولمبيو مش عارف ايه الكلام ده كله. شفتم هل المجلس السابق كان قاصد ان هو يطفش اللعيبة? ولا اللعيبة سبحان الله كانت بتطفش بالصدفة? مش عارف. قلوا لرأيكم ولكن لما لعيه بيخرج اعارة بدون تمديد عقده اعتقد مسيمين انت بتهزر يا قاصد. الله اعلم. الله اعلم اكتبوا لي رأيكم في التعليقات هل ده كان قاصد والله ظهر. وكل ظهر الحق وظهق الباطل ان الباطل كان زهوكا. براءة رمضان صبحي من طعات المنشطات. نتيجة العينة التانية اثبتت براءة رمضان صبحي من طعات المنشطات. نتيجة العينة التانية اخذت بعد خمسة واربعين دقيقة من العينة الاولى. تم تحليلها في معمل معتمد باسبانيا. محامي اللاعب قدم تلات حافزات تحتوي على تلتمية وتمانين ورقة لازبات براءته. تقرير ضابط المنشطات اكد ان رمضان صبحي لم يتلعب في العينة. ضابط المنشطات ده اللي هو كان معاه وهو بيعمل العينة في الحمام. اكد ان رمضان لم يتلعب بالعينة وتاريخ اللاعب وعدم توروته في قضايا مشابهة ساهم في اقتناع لجنة الاستماع انه ما عندوش يعني قضايا مشابهة ولا عندو مش كويس. اللاعب ينتظر خلال ساعات رفع الايقاف رسميا عنه خلال الساعات المقبلة واللاعب كان في حالة نفسية سيئة خلال الايام الماضية ولم يشارك فيه تدريبات فريقه. فرمضان صبحي براءة مبروك رمضان صبحي. سؤال اشمعنا رمضان صبحي تم اثبات براءته بعد مطش الاهلي والبيرامدز اللي الاهلي كذبه? ده السؤال الاول. السؤال التاني هتيجي تقول لي يا عم ده لسه فيه مطش تاني بعد اسبوع مش عارف ولا ايه ما بين برضو الاهلي والبيرامدز. فيعني عم محمد طبع رمضان ممكن يلعب المطش التاني. رمضان صبح الفترة اللي فاتت دي كلها بعيدة عن الملاعب. اللاعب في حالة نفسية سيئة. فانت مش هتجيبه من الدار للنار. فاللي عمل الحبكة بتاعت رمضان صبحي معلم. ويده تتلفف حرير. فضل ضغط على اللاعب ديب بديب 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 بالغاية ما عدى مطش برامدز الاولاني. رح رافع الاقاف قبل المطش التاني عشان متبقاش مفقوسة. طب ده رافع الاقاف ما العيب قريدي ما بيشاركش في التدريبات. هو بعيد عن مستواه. وعشان رمضان ده يرجع لمستوى اللي كان عليه. يعني قبل الاقاف لازم يقعد شهرين بيتمر. وبيدخل المباريات التدريجية. هي الكرة كده. فهم الليعبوها صايمة. ففعلا الاهلي بيرفع الاقاف على رمضان صبحي بطريقة ملعوبة. واحيي لجنة المنشطات اللي لو كان ده العيب في الاهلي والله ما كنتوا تجرؤوا انكم توقفوه. اتمنى من رمضان صبحي. ما عرفش ينفع يقاضيهم ولا لأ. ولكن اتلعبت بمعلامة. والاهلي قدر انه يرفع الاقاف على الرمضان صبحي. صراحة ملعوبة. ملعوبة. احب انا الجيم الحلو. رفعوه في وقت ايه? ابن لازينة. خلاص ماتش خلص الاولاني وكسبناه كمان. ارفع بقى الاقاف والماتش التاني هيجي هيكون اللاعب مش جاهز. يبقى خلاص احنا كده خلاص زبطنا الدوري وخدناه. وابراهيم عادل مع المنتخب الولمبي وعمل حسين حطلنا الاهلي وبرامدز في توقيت المنتخب الولمبي عشان ابراهيم عادل مش هيكون موجود. واللعيبة بتوع الاهلي اللي كانوا مفروض يكونوا موجودين. لعيبة غير مؤسرة. وابراهيم عادل بس هو اللي مؤسر. احب انا الجيم اللي بتلاعب حلو. تعالوا ندخل على موضوع الاخير وهو. هناك اتصالات من رجال كبار. مسئولين كبار. مع الاستاذ محمود طاهر. لرئاسة اتحاد الكرة. استاذ محمود طاهر متردد. ولكن في المكالمة اللي حدست مع المسئولين الكبار والاتصالات من الوسطاء. استاذ محمود طاهر كان ليه طلب. كان ليه طلب. ايه هو الطلب? ان هو عاوز مع الاستاذ ايمن الشريعي? رئيس نادي امبي. وانا بصراحة الراجل ده بحبه ومحترم جدا. هو مع هو مع الزمالك. وبيضحك على الزمالك. وبيدبس الزمالك. ماشي. دي حاجة. انا اتمنى واحد زي امن الشريعي. اتمنى استاذ محمود طاهر. اتمنى الكابتن طاهر ابو زيد. محمد فضل احمد عبدالله. الناس دي لازم تكون موجودة خالد ابن ابن كابتن احمد رفعت خالد رفعت. الناس دي جديرة انها تقود الكرة المصرية. فاستاذ محمود طاهر رئيس الاهل السابق. اهتمال. بيحصل عليه ضغوطات حاليا. عشان يقبل ان يدخل اتحاد الكرة. وهو طلب قال هفكر. ولكن لو هفكر انا عاوز معايا الاستاذ ايمن الشريعي. لازم يكون معايا. ايما بقى ممكن هو يختار قايمة. والاستاذ ايمن الشريعي بهو رئيس الربطة الجديد. ولكن الكلام ده لو اصلا الباشا اللي موجود دلوقتي مشي. اللي انا عارفه ان الباشا اللي موجود دلوقتي تعربطة الاندية عاوز يبقى رئيس استحاد كرة. وعمر حسين عاوز يبقى موجود. والزمالك ما عملش حاجة. وما فيش طلب من طلبات الزمالك اتنفزه. فاتمنى المسئولين الكبار نرتاح بقى من الوجوه القديمة دي والحرس القديم الموسم القادم. نبني على نظيف ونعمل كرة على نظيف. لعمر حسين ولا احمد دياب ولا جمال علام ولا كل الناس اللي نجحت فيه ان تفشل. هات لرئيس ربطة ايمن الشرائي. طبعا الاهلاوية مش عاوزين ولا جده زمال كامل. عشان الاهلاوية عاوزين دياب عامر حسين نفصل نعمل نأجل الاهلاوي مش عاوز زفير ولا عدالة. الاهلاوي عاوز كده على طول. عاوز الاها عاوز الكلام ده يكون اه مستمر معاه. هو ده الاهلاوي. مش عاوز عادية لولا الكلام ده كل. بس فدي حاجة الحاجة الاخيرة طبعا التصريح بتاع ياسين حافز اللي هو اخو اه زوجة امام عشور بيقول لك الموسم بدأ من اسبوعين وكنت رافض الروح النادي لان كنت عارف اللي هيحصل معايا واول اسبوع المعاملة كانت جيدة وبعد كده انا كابتن الفريق والاسبوع اللي بعدين لقيت نفسي بتضرب مع الاختبارات الناشئين لماذا كل هذا يعني بتعمله معايا كده ليه? هو طبعا عاوز يروح الاهلي وامام عاوز يوديه الاهلي ولكن عاوز يسحب نفسه سنة سنة كده من الزمالك اتمنى نادي الزمالك ما يوافقش على رحيل هذا اللعب ولازم نبقى مسكين حتة كده من عند امام عشور وانا قلت الكلام ده قبل كده لازم الاي بدا يكون موجود في الزمالك وتخليه معاك لان طول ما انت الولد ده في حضنك طول ما امام عشور مش هيقدر انه يسيء لنادي الزمالك باي شكل من الاشكال سعيدتي جدا بكم اتمنى تكون الحالة عجباتكم وان شاء الله دايما نتقابل على خير وسحة وسعادة ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة واتعبائي الجرس ولايك وشير للفيديو اشوف حضراتكم على خير بازن الله تعالى والسلام عليكم والسلام